بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الله بالصف الثالث الالترائي من مدارس اللغات والتجريبي مرحبا بكم في قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع يارب تكونوا خير في الأول بشر كل من بتابع قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع واللي بشوفنا الأول مرة بانساش فعل الجرس واشترا في القناة عشان يوصلوا كل ما هو جديد عايزين الفيديو لا يوصل لأكبر عن الممكن من أصحابكم وأصدقائكم واللي بتحبوه من خلال المنشن والتعليقات الجميلة اللي حضرتكم بتعلقوها يلا بينا معانا الدرس الخامس والدرس السادس والسابع من الواحدة الستة من كتاب المعاصر يلا بينا معانا أول صفحة صفحة سبعة وخمسين اختر إجابة صحيحة اول سريت الشرع بتاعنا لا يوجد فيه دوضاء كراودد مقتز نويزي ضوضاء بيسفل آمن بيليوتد ملعوث يبقى بيسفل آمن تو تونوات مينز معانا تسين انت تقول ذات سمسينج شيء ما ويل بي دون سوف يؤدى او سوف يفعل انفيستيجات يعني كلمة انفيستيجات يعني يحقق ويمحس ولا بروميس يوعد ولا موف يعني يتحرق ولا سيف ينقذ ويوفر ويدخل يبقى بروميس ثري زي ريبورتر التقرير ريبورتر اللي هو المراسل الصحفي المراسل الصحفي ما تفند انه يجد مور فاكتس المزيد من الحقائق بفور رايتنج قبل ما يكتب زي ريبورتر التقرير سليبس ينام انفيستيجات يحقق ويمحس بلانتس يعني يزرع ونباتات ديسترويز يدمر انفيستيجات بعد كده معانا صفحة اثنين وستين اخترق اخترق ايه فارمرز الفلاحون بلد ببن الوات فور الانمات للحيوانات تسليب ان لكي تنام بداخلها ريس السباقات ريبورتر استقارير بيتش شواطئ بارنز يعني حزيره بارنز تتحرك ويمشي زنوع عندما يكون الجو مشمس او تصير بالخارج قطر الماء شير الظل اير الهواء ويند الرياح شير الظل نوت اس ميفورت سيزن هو المفصل المفضلة ليا الصهوط الجو بيبقى فيه حر عند الصاني ومشمس نهاية الأسبوع نهاية الليل وانتر الشتاء بعد كده معنا صفحة 64 read اقرأ and complete the text وكلمات from the box بقول لك فارمر سامح الفلاح سامح had a very happy life لديه حياة سعيدة he left the wage on a farm في المزرعة with his wife مع زوجته and his children they didn't have a lot of land ليست ليهم الكثير من الأرض فلكن they had enough لكنهم عندهم كافي تجرون لما يزرع في الطعام لكي يأكلوا and little وقليل تسلي كي يبيعوه at the market في السوق سامح كبت بربي elements وحيوانات 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 المنير لديه بعض الأول لديهم بعض النحل ل żeby يمكنهم لديهم بعض من العسل المواع رقم به المحادثة إياد يقول كيف حالك في المدرسة يا تمين؟ قال له It was great It's very excited أنا متحمس جدا إياد قال له لماذا أنت متحمس؟ يقول له Our school Sports Day سيكون يوم الاتنين القادم قال له That's amazing news أكبار مزهلة Did you get ready؟ هل أنت استعداد؟ سيقول له يا سيد عاد الكلاس ديكوريت زينا المنطقة الرياضة قال له Will you play in any team خلت لها في أي فريق من الفريقين دولا؟ سيقول له Yes, I will play in any team with a school football team بعد كده معنا سؤال القطعة read اقرأ the following text اقرأ النص ده ثم اجب على هذه الأسئلة بيقول لك Our school Sports Day اليوم الرياضي المدرسة was last كان last Saturday يوم الخميس الماضي 13 June 13 it was awesome كان مزهلا ورائعا Mr. Kamal the class فصل Mr. Kamal decorated زينا the sportist area المنطقة الرياضية It looked great يبدو ذلك عظيما The older children الأطفاء الكبار من school بلانة خططه all the races كل السباقات We think نحن نعتقد all the parents كل الوالدين loved it too يحب هذا المنظر أيضا Many girls الكثير من البنات and boys والأولاد شاركوا and there were many different things الكثير من الأشياء to see لكي تراها Lots of people الكثير من الناس what's she share the exciting football قرة القرم المسيرة volleyball قرة الطائرة and basketball games الألعاب من قرة مين السلة وقرة الطائرة وقرة القدم well done to all the winning team كل الفرق الفائزة there are races in the races such as 100 meter running long jump long jump القفزات الطويلة and high jump والقفزات العالية where بركات الأقصر الشعبية too luckily لحسن الحظ the wizard was great كان عظيما for our supporters day اليوم الرياضي the school director مدير المدرسة مدرية المدرسة mrs. دورية was very happy كان سعيدة at the end of in-hated day اليوم she gave award prizes أعطت جوائز she said I'm so proud I'm so proud of all of all of you you worked and you worked so hard to make this day fantastic to make this day and we ended and we ended in-hated day in-hated day school sports day متى اليوم الرياضي للمدرسة the school sports day was last summer's day 13 13 يونيو سؤال رقم 5 what did mrs. دورية do ماذا فعلت mrs. دورية اللي هي المديرة المدرسة at the end of the day في نهاية اليوم she gave award prizes أعطت جوائز بعد كنا معنا سؤال رقم 3 put the word ضع الكلمات in the correct order في ترتيبة الصحية 1 the farmer had a big fantastic barn 2 there was a peaceful place near the river 3 we want to to save our river المغمارة B وعن فيها what animals did the farmer have 2 they went for walks by the river 3 he won the first prize in the race we can finish all of the pen the three of the the many of the 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 من كتاب Connected Plus من الصف الثالث الابتنائي من كتاب الوعاصر فاشكوا يقولون من بتابع قناة درس انجيزي مع مستر عود ربيع